أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم بين أوتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها وذلك على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون قبل الطريق الدولي باتجاه القاهرة أشارت وزارة الصحة إلى وفاة 32 راكبا وإصابة 63 آخرين في الحادث المروري وتم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون بينما تم نقل سبعة آخرين إلى مستشفى غرب النبارية المركزي وتقديم الإسعافات لسلاسة مصابين في موقع الحادث مع استمرار المتابعة تقديم الإسعافات تقديم الإسعافات تقديم الإسعافات